أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجبعين محمد وعلى أهل بأيته الطيبين الطاهرين المجالس التي تقام في أيام محرم وصفر بالملايين لأن هناك خمسة ملايين حسينية في العالم وهذه الحسينيات تكون عامرة عادة طوال العام وفي بعض المناسبات لكنها حتما تكون عامرة في العشرة الأولى من محرم الحرام والخطباء يقرؤون عن مصائب بعضهم لكن ليلة العاشر الخطباء يذكرون مصيبة عبد الله الرضي مع أن من المفترض أن تكون ليلة العاشر من محرم لمقتل الحسين سلام الله عليه لماذا؟ لأن قراءة مقتل عبد الله الرضيع ولأن مصيبته هي مصيبة جميع الشهداء في كربلاء كأنك تحيي جميع الذين قتلوا مع الحسين بإحيائك لعبد الله الرضيع أو لأن عبد الله الرضيع كان آخر من قتل من أصحاب الحسين أو لأنها جريمة لا يمكن تبريرها لأي سبب كان فإن ليلة العاشر من محرم الحرام مخصصة لمقتل عبد الله الرضيع عادة الناس إذا جاءت مصيبة كبرى ينسون المصائب التي سبقت هذه سنة الناس في هذه الحياة قتل خمسة أشخاص في انفجار ثم قتل عشرة الناس لا يتحدثون عن الخمسة يتحدثون عن العشرة نحن في أيام محرم نجد أن ذكر الحسين عامر في كل مكان غريب الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية قتل في الحرب العالمية الأولى 17 مليون في الحرب العالمية الثانية 70 مليون لكن لا أحد يذكر ما حدث في الأولى والثانية من الحربين العالمية ولكن الحسين ذكره في كل مكان وذكر عبد الله الرضيح لعل أحد الأسباب أيضا أن البعض كان يخاف أن مقتل عبد الله الرضيح الذي لم يقاتل لم يقتل أحدا لم يرتجز لم يقل شيئا تنسى ولذلك تمسكوا بمقتل عبد الله الرضيح تمسكهم بمقتل عبد الله الرضيح دليل على أن قضية الحسين واحدة في العباس في حبيب في برير في زهير في العبد الزنجي في علين الأكبر في علين الأصغر والإمام الحسين قام مع بعض أصحابه بما قام به مع ابنه علين الأكبر نزل بعد مقتل علين الأكبر ووضع خده على خد علين الأكبر قال على الدنيا بعدك العفو ونزل من على فرسه على مقتل أحد جنوده وكان عبدا لا يعرف عنه شيء كلهم دخلوا بوابة الشهداء وكلهم في مقام واحد عند رب العزة والجلال حشراً لله معاهم وآخر دعواناً الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآهل بيته الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة